اشتركوا في القناة وتعاون ثنائي بناء في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة مؤكدا موقف مملكة البحرين الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بما فيه حقه في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية مجددا التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من جانبه عرب معالي امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن سعادته بزيارة مملكة البحرين منوها بمواقف المملكة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومساندتها الدائمة للقضية الفلسطينية في كافة المواقف والمحافل الدولية ومساعيها الدؤوبة لإرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة متمنيا لمملكة البحرين دوم التطوير والنماء والازدهار وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الحرب في قطاع غزة وتدعياتها المأساوية على السكان المدنيين في القطاع والجهود الإقليمية والدولية المبذولة على كافة المستويات من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية لأهالي القطاع وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين وفتح ممرات أمنة لإصال المساعدات الإنسانية والإقاثية إلى السكان المدنيين للتخفيف من معاناتهم وتم خلال اللقاء تكيد على همية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك والعمل على وقف الحرب على قطاع غزة فورا حماية للمدنيين وتجنب تأثيراتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة وموصلة العمل على حياء العملية السلمية من أجل إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حال الدولتين ومبادرة السلام العربية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة كاملة السيادة كقيرها من دول العالم